مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية واليوم عندنا درس جديد من كتاب الطالب للصف الثاني ابتدائي اجلسي الارواق في صف الثاني قبل لم يكن ترسين هذا اليوم اذا تشاهدت مجددا للقناة لا تنسى البرica بالقناة تعب لي او افضل لايك لدعم الفيديو ودعم القناة درست لهذا اليوم بعنوان تومز فاميلي اللي هي عائلة توم عدنا يقول لنا listen and look استمع و انظر عدنا مقطع صورتي رح نسمع المقطع صورتي وانا مجهلكم listen and look hello this is a photo of my friend Tom and his family Tom's sister is small she is young she is only four look at his dad his dad is tall and his mum is short look at his grandpa he is old he has grey hair نعم مثل ما اسمعت المقطع الصورتي هسا رح نسمع مرة ثانية وانترجم الكلام track 67 listen and look استمع و انظر hello this is a photo of my friend Tom يقول هاي صورة لصديقي توم and his family his family وعائلته Tom's sister is small Tom's sister is small أخذ توم هي شنو؟ small she is young and she is young وهي ايضا صغيرة بالعمر she is only four عمرها فقط أربع only four look at his dad his dad انظر إلى أبو dad is tall dad is tall الأب هو شنو؟ tall طويل his dad is tall أبو طويل طويل and his mom is short and his mom is short and his mom is short old you could look at his grandpa انظر إلى جدة he is old هو كبير بالعمر he has grey hair and he has grey hair وعنده شعر رصاصي traipsy ene نعم مثل ما سمعته المقطع الصوفتي هذا ما يحدث من صفحة 50 أحضرت عبارات الموجودة أمامنا وأيضا أحضرت ذني المفردات أحضرت إذن floor Tom's sister is small Tom's sister is small small سمول هي صغيرة بالحجم is small And she is young وهي أيضا صغيرة في العمر His dad is tall The dad ماله شنو Tall طويل أما المام شبيها short قصيرة The grandpa الجد هو شبي Old كبير بالعمر And his Will hear ماله يا لون Great اللون شعره هو رصاصي عندنا أيضا هاي نسميها نقول عنها Young اللي هي شابة أو بعدها صغيرة بالعمر إذن عندنا المفردات Old كبير بالعمر العكس ماله شنو Young اللي هو صغير بالعمر عندنا tall العكس ماله short وعندنا أيضا Small اللي هو الحجم صغير بالحجم هذا اللي لازم نتعلم هين ونحفظهن للمفردات Talk about your family اتكلم عن عائلتك My mom is short مثلا My mom is short ومش بيها قصيرة My dad is tall أبويه طويل My grandpa is old جدي كبير بالعمر My sister is young أختي صغيرة بالعمر هاي طريقة نقدر نتكلم عن عائلتنا ننتقل إلى صفحة 51 بعنوان Where are mom and dad وين الأم والأب والمام عن dad Where أداة سؤال عن المكان معناها أين أين Where معناها أين أداة سؤال عن المكان من أداة سأل عن مكان شيء معين أقول Where Where وين يعني وين مكان أو أين هو مكان Where are mom and dad وين الأم والأب عدنا مقطع صوتي يقول لنا listen السمع look انظر and say من بعدها لازم اتردد رح نسمع على المقطع الصوتي ونردد من بعد المقطع الصوتي بعد ما ننظر إلى الصور 9 Listen look and say at the cafe at the cafe at the cafe في at the cafe في القهوة اللي هو المكان اللي يتناولون به الأصائق ممكن يتناولون به أيضا بعض الأطعم market 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 at the market at the market at the market طبعا دائما الأماكن المغلقة نستعمل معاهن الأماكن بالضبط الأماكن المغلقة نستعمل معاهن at at the cafe at the market أي مكان مغلق نقول عنا at fun park لدينا fun park fun park اللي هي المنتزة أو حديقة الألعاب at the fun park at the fun park at the fun park home 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 اللي هو المنزل at home at home داخل المنزل school school at school at school في المدرسة إذن at the cafe at the cafe at the market at the fun park at home at school هذه هي الأماكن cafe الماركت الفن park والhome والسكول هذه كل الأماكن عدنا ask and answer اسأل والجاوب where is كريم وين كريم where is كريم أين هو كريم where is أين هو أين where is كريم أين هو كريم where is كريم he is at home هو وين at home بالمنزل where is أين هو كريم أين هو كريم at the cafe where is the dad at the cafe where is the mom at the market where is grandma at the market where are dad and grandpa dad and grandpa when home they are at the cafe or they are at the cafe where are the dad and grandpa there at the cafe where the mom and the grandma at there at the market where are the children when they are out there at the fun park هما في مدينة الألعاب هاي طريقة السؤال عن مكان شخص معين نسأل عن الشخص مثلا where is أمر where is أمر هاي هاي هي طريقة السؤال وهاي أيضا هي طريقة الإجابة للمفرد نقول is ونضيف للضمير he is مثلا he is أو she is she is he is she is للمفرد إذا لدينا أكثر من واحد نقول عليهم نلقيهم الضمير they they ونضيف معا they are نختصرها شو تصير there there نختصرها تصير there تمام there هذا كافي هذا كافي there إذا نتكلم بدون اختصار نقول they are أما بالاختصار there هذا يكون ما عدنا الدرسنا هذا اليوم أتمنى تكونوا استفاديته نهاية الدرسات تنسؤولي تراك بالقناة تفليل دراس وعارك ومصدر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة إلى اللقاء في درسنا آخر